النهاردة بالتأكيد عندنا تفاصيل وكواليس مهمة جداً متعلقة بسفر فريق النادي الاهلي إلى قطر للمشاركة في البطولة التاريخية بطولة كأس فيفا انتر كونتيننتل والبطولة الأولى بإذن الله والكأس التحدي يوم السبت المقبل على ملعب 9-7-4 بتوقيت القاهرة المباراة هتكون الساعة 7 مساءً بإذن الله مباراة همه جداً الاهلي بينتظر فيها الفائز في درب الأمريكتين بين بوتفوجو البرازيلي مع بتشوكا المكسيكي المباراة تقام غداً بإذن الله الساعة 7 مساءً أيضاً بتوقيت القاهرة على ملعب 9-7-4 يعني بالأمنيات وبالتمنيات وبرقة دعاء كل جماهير النادي الاهلي بإذن الله يعني فريق النادي الاهلي في هذه اللحظات في الطريق وفي الجو للسفر إلى قطر للمشاركة في هذه البطولة الكبيرة عندنا كأوليس كثيرة جداً متعلقة برحلة السفر زي ما شايفينه هي بعض اللقاطات اللي كانت منذ دقائق قليلة جداً للبس المباشر لتحرك البعثة من مطار القاهرة إلى الدولي وزي ما أنتم عارفين يعني كل التوفيق للفريق وكل الدعم مستنيين كمان إن شاء الله جماهير النادي الاهلي في قطر اللي أنا واثق أنها تقدم ملحمة في المدرجات وفي المسندة وفي المؤذرة وفي التشجيع بإذن الله خلال الأيام المقبلة طبعاً كنا نتمنى أن يكون في استقبال كبير جداً من ربطة مشاجئة الاهلي في الدوحة ولكن عارفين طبعاً بعض الإجراءات الليجستية والأمنية يعني حالة دون تواجد للربطة في مطار حمد الدولي لتشجيع الفريق ومسندته لكن أنا واثق جداً أن على مدار الـ 72 ساعة اللي جاية هيكون فيه تشجيع ومسندة كبيرة جداً لبعثة فريق النادي الاهلي اللي هيكون على رأس البعثة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي قدامنا هو على الشاشة متواجد مع الفريق وبيستقل الطائرة مع فريق النادي الاهلي وأيضاً بتواجد أعضاء مجلس الإدارة دكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة والأستاذ طاري أنديل عضو مجلس الإدارة وأيضاً المهندس خالد مرتاجي العض أمين سندو والقائم بعمال نائب الرئيس وأيضاً ليدور مهم جداً في هذه الرحلة كمنسق لبعثة فريق النادي الاهلي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طبعاً النهاردة كولر أعلن القائمة اللي هيسافر بها أو سافر بها خلاص إلى قطر القائمة المعلنة 28 لعب ولكن طبقاً للتسجيلات المتعلقة بلوايح البطولة هذه المباراة مباراة كأس التحدي يوم السبت هيسجل فيها 26 لعب فقط 11 لعب في ملعب المباراة و 15 لعب على دكة البودلاء وده الشكل اللي هيكون به قوائم الفرق على فكرة بالمناسبة في مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية 11 لعب أساسي و 15 لعب على دكة البودلاء النهاردة كولر أعلن القائمة والقائمة زي ما أنتم عارفين يعني للأسف طبعاً مش متواجد فيها مصطفى شوبر نتيجة الإصابة غايب حتى نهاية هذا الشهر وبالتالي حظوظه في اللحاق بهذه البطولة كانت صعبة جداً لكن بنتكلم على تواجد محمد الشناوي حمز علاء مصطفى مخلوف بنتكلم على تواجد رامي ربيع ياسر إبراهيم أشرف داري خالد عبد الفتاح يوسف أيمن أكرم توفي يحي عطوة الله كريم الدبيس عمر كمال عبد الواحد مران عطية كريم ماندفيد السلية عمر الساعي مصطفى أبو الخير أحمد نبيل كوكا إمام عشور أفشة شحات طاهر تاورد أسليم وسام أبو علي كهربا سمير محمد ومحمد عبد الله دول 28 فيه اتنين هيخرجوا يوم المباراة مش هيكونوا موجودين في قيمة المباراة ويمكن الجهاز الفني رغم أنه استقر على الـ 26 ولكن مدي مساحة أن يكون معاه عدد أزيد عشان لا قدر الله لو فيه أي إصابة قبل انطلاق المباراة بـ 24 ساعة يقدر يستبدل ويقدر يغير في قيمة اللقاء لتخود مباراة صعبة جداً وتحدي كما أطلق عليها الفيفا كأس التحدي لأنها مباراة صعبة مع الفائز ما بين درب الأمريكتين ياما باتشوكا المكسيكي أو بوتفوجو البرازيلي بالمناسبة يمكن الفريق بكرة إن شاء الله يكون متواجد فيه ملعب 9-7-4 عشان يحضر ويشاهد على الهواء مباشرة وفي أرضية الملعب كلا الفريقين سواء بطل المكسيك أو بطل البرازيلي عشان يقدر مرس الكولر يحضر بشكل كويس جداً ويشوف الفريق اللي هيكسب إيجابياته، سلبياته، نقط الضعف، النقط القوة اللي عنده عشان يقدر يحضر لي بشكل كويس يوم 14 بإذن الله نهارده الفريق تمرن على ملعب النادي الآلي في مدينة ناصر ممكن ملعب مختار التتش الفترة حالياً يكون فيه بعض الإصلاحات والصيانة لفترة معينة ولكن الفريق نهارده تمرن في مدينة ناصر وكان فيه صورة جماعية متعلقة بصورة البطولة وبعد التدريب مباشرة وبقرب مطار القاهرة من مقار النادي في مدينة ناصر الفريق بالزبط ما استغرقش في الوقت أكتر من حوالي ربع ساعة تلت ساعة كان متواجد فيه مطار القاهرة